اشتركوا في القناة بطل المكسيك ولعبت مع بطل البرازيل ولعبت مع بطل السعودية وبطل أسيا طبعا وبطل أمريكا الجنوبية وبطل أمريكا الشمالية وبطل الكونكا كاف بالتاني انت لعب ثلاث ماتشاط طوال جدا يعني ثلاث نهايات دوري أبطال مثلا يعني لعبهم في خلال أسبوع واحد وبترجع من السفر عشان تبتدي تلعب مباراة أو تبتدي مشوارك في دوري الأبطال بمباراة خارج أرضك وخارج أرضك مع فريق في الظروف الطبعية طبعا الهلالة عم لعبه فرقة لازم تعملها مليون حساب لكن اللي زود شوية من تعقيد الأمور أنه الهلال خسر ماتشه الأول وده طبعا الأهلي كمفترض يبتدي مشواره في البطولة دي قدام المريخ يوم 12 بس عشان شارك في كاس العالم المباراة بتاعت المريخ تأجرت لكن المجموعة بتاعتنا بتدت تشتغل بالفعل وماميليدي سانداونز قابل الهلال السوداني وخسر منه بالفعل الهلال خسر من ماميليدي سانداونز أول مباراة فبالتالي فقط 3 نقاط وما عندوش فرصة أنه يحافظ على يعني تذكارت أو فرصته في المنافسة على تذكارت التأول على المجموعة غير أنه يعمل نتيجة قدام الأهلي على ملعبه لأنه لو ما عملاش مع الأهلي قدام ملعبه هيعملها فين فبالتالي خسارة الهلال على ملعبه تضعف بشكل كبير جدا من قدرته على مواصلة المشوار في نفس الوقت اللي احنا بحساباتنا المنطقية برضو أنه المنافس الرئيسي لنا على البطاقتين التأهل أو على صدارة المجموعة لو احنا عايزين نتصدر المجموعة هو ماميليدي سانداونز اللي سبقنا بماتش وفحصلته أورادي 3 نقاط فبالتالي أنت عايز ما تتأخرش أو ما تبعدش بدري بدري عن المنافسة على صدارة المجموعة وبالتالي عشان كده المباراة سواء من ناحية توقيتها أو منها برى الأرض أو أنها بعد كاسر عالم بيخف حساباتها شويتين لكن اللي طمننا برضو من نفس الوقت أنه الحقيقة أهلي قدم مرضود ومستوى ووصل لحالة ومستوى فني أكتر من رائع وخصوصا في مشاركاته الأخيرة في كاسر عالم فحضر راحين ومعنوياتنا وحالتنا الفنية والمعنوية في أفضل حالتها وده اللي إن شاء الله بإذن الله بنراهن عليه الأهلي عمل مسحة طبعا زي ما حضرتكم عارفين أي رحلة سفر في الخارج بيبقى فيه مسحة قبل رحلة السفر وأجرى مسحة الكورونا وخلينا طمن حضرتكم أكتر على تمرينت دي طبعا لقطات من إجراء المسحة النهاردة خلينا طمن حضرتكم كمان على سكواد الأهلي المسافر لأن أنا كنت طمنتكم وقلت لكم أن احتمال أنه الشناه وحسام حسن يكونوا جاهزين احتمال كبير جدا وأنه هم يكونوا مع البعثة في السودان خلينا نروح لزاملنا طبعا فاروق صلاحي يمكن التمرينة خلصت من دقيق نعرف منه أخبار التمرين النهاردة والسعادة الأهلي بشكل عام ونسأل على الشخص